بعد أكثر من خمس سنوات من حالة الخمول التي اعتردت المشهد السياسي نتيجة الانقلاب أعلنت الأحزاب السياسية في البلاد تشكيل تحالف سياسي داعما للشرعية واستعادة الدولة التحالف الذي أعلن من مدينة سيئون حيث يعقد البرلمان جلساته أطلق عليه اسم التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية ويضم 16 حزبا ومكونا سياسيا وأعلن أنه يسعى إلى استعادة دور الأحزاب السياسية في مساندة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق بيان الإشهار بيان الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أكد أيضا تمسكه بخيار السلام المبني على المرجعيات الثلاث داعيا كافة المكونات الأخرى للمشاركته في التحالف واستعادة العملية السياسية ويرى مراقبون أن هذا التحالف بات ضرورة ملحة لتفعيل العمل المدني واستعادة الأحزاب لدورها كتكتل واحد خصوصا بعد حالات الانقسام والتصادم التي طرأت عليها بفعل تشوهات المشهد السياسي في البلاد بعد الإنقلاب غياب الأحزاب عن الساحة السياسية أدى إلى بروز العديد من المكونات والحركات المسلحة التي ملأت الفراغ السياسي عزز من وجودها ارتباطها بأجندات لا علاقة لها بالبعد الوطني الأمر الذي لم يعق عملية استعادة الدولة فحسب بل وباتت مهددة لوجودها